موسيقى 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 بنشوف الان كيف عملية الاكسبلورنج للبي اي السيليوشن بنشوف البيانات اللي راح نتعامل معها والداتابيز كيف شكلها طيب اول حاجة عندنا الاكسبلور الداتا ويرهاوس سنروح بنفتح الاسكيو ال سيرفر الان لما نفتح الاسكيو ال سيرفر هنا بيقولنا اسم السيرفر نجي نحط اسم السيرفر بس عندنا احنا في الجهاز هنا اسم السيرفر اللي هو ام اي اي داش اسكيو ال اللي هو ميامي اسكيو ال وباجي بضغط على كونيكت طيب الان لو نلاحظ هنا عندنا الداتابيز في عندنا الداتابيز اسمها الادفنتر ووركس دي دابليو اللي هو هذه الداتابيز اللي ان شاء الله راح نتعامل معها اللي هو الادفنتر ووركس الداتا ويرهاوس باجي بضغط على الزايد وفي عندنا الداتابيز دايقرام باجي بضغط بالزر الايمن وبختار نيو داتابيز دايقرام طبعا الدايقرام هذا بيحدد لي بيطلع لي ايش الجداول اللي انت تبغى تتعامل معها وبيوضح لي ايضا الريليشنس اللي موجودة بين الجداول طيب الان هنا لو نلاحظ مثلا في عندنا جدول اللي هو ديم اكاونت وايضا راح اضيف الى الجدول الفاكت سيرفي جدول الفاكت سيرفي هذا الجداول راح اضيفها وباجي بضغط على فالان راح يسوي لي ايش عملية اضافة للجداول وبيوضح لي الريليشنس بين الجداول طيب نيجي الان نضغط على اذا خلص طيب اللاحظ هذا هو الديجرام وضح لي هنا الجداول والريليشنس اللي بين الجداول مثلا في عندنا الجدول اللي اسمه الفاكت طبعا ممكنني اجي هنا اضغط باليمين وفي عندنا الزوم مثلا خلينا نخليها 75% او الزوم اللي انت ايش تحتاجها وفي ايضا عندك هنا اللي على اليمين الزوم ممكن انك تتحكم بالايش بالزوم طيب الان لو نلاحظ في الجداول اللي هنا يوضح لي كل جدول والعلاقة فيما بينه ففي عندنا جدول اللي هو فاكت انترنت سيلز طبعا هذا الجدول راح يمثل الفاكت تيبل بالنسبة لمبيعات الانترنت واللاحظ الآن انه هذا الجدول مرتبط ايضا مع بقية الجداول مثلا مرتبط هنا ايضا مع جدول البروموشنس وايضا مرتبط مع الجداول الاخرى زي مثلا جدول لو نجي هنا مثلا نشوف في عندنا الجدول مثلا اللي هو الديم اكاونت وفي ايضا عندنا الفاكت الفايننس والكرنسي ريت وايضا ايضا اذا في عندنا هنا جدول اللي هو البرودكت ساب كاتوكري والبرودكت كاتوكري وايضا في عندنا الجدول اللي هو البرودكت فممكن هذه الريليشنس اجي اضغط على الخط نفسه ويحدد لي ايش نوع العلاقة وايضا يعطيني يحدد لي هذول الجدولين مرتبطين عن طريق ايش عن طريق اي عمود فلاحظ لو جيت هنا في عندي التابلس اند كولومس فبيقول لي الدم بروودكت مربوط مع الجدول الثاني وايضا عن طريق العمود اللي اسمه البرودكت ساب كاتوكري كي فكل ريليشنس موجودة عندي في الدياقرام عن طريق الخط اللي بينهم يوضح لي ايش العلاقة بين الجدولين تمام فمهم جدا انه تعرف العلاقة بين كل جدول لانه هذا عملية الفهم للعلاقة بين الجداول تساعدك في تصميم الاش المودلس اللي راح تبني باذن الله طيب الان ايضا خلونا نجي نشوف مثلا لو جينا صغرنا في عندي الفاكت انترنت سيلز مثلا لو جيت ضغط الان هنا فاللاحظ انه ايضا مرتبط مع جدول الدم ديت هذا هو الجدول تبعنا مرتبط مع الدم ديت وايضا لو نلاحظ الخط الثاني ايضا مرتبط جدول الفاكت انترنت سيلز مع جدول الدم ديت ايضا مرة اخرى ولو جينا حددنا هذا اللاين في عندي أيضا المرتبط مع الديم ديت طيب ولو جينا لا هذا مرتبط معه مع الفاك لو جينا حددنا هذا اللاحظ الآن هنا هذا مرتبط مع البرودكت فلاحظوا فاكت انترنت سيلز مرتبط مع جدول البرودكت عن طريق أي عمود اللي هو البرودكت كي تمام وأيضا أقدر أنا من هنا أسوي drag and drop وأسوي الريليشنز بين الجداول فلاحظ الآن الفاكت انترنت سيلز مرتبط مع البرودكت وأيضا مرتبط مع جدول الديم ديت أيضا الريليشنز الأخرى هذه مرتبط مع جدول الكرنسي عن طريق عمود الكستمر كرنسي وأيضا في عندنا الريليشنز اللي هي الكستمر لاحظوا هنا مرتبط مع جدول أيضا الايش الكستمر لو جينا هنا شفنا الريليشن لاحظوا هذا الايش الكستمر مرتبط مع جدول الفاكت انترنت سيلز وأيضا وأيضا نشوف الريليشنز هذه الريليشنز الأخرى أيضا مع جدول اللي هو اسمه الديم سيلز توريتري أيضا مرتبطين عن طريق عمود السيلز توريتري كي فمهم جدا انك تشوف البيانات وتشوف الجداول تمام وأيضا لو لاحظ هنا يعطيني امكانية اني ممكن اتحكم بالجداول اذا ابغى اضيف جدول او ابغى احذف جدول تمام فدائما قبل ما تبني اي مودل تجي تسوي الديقرام فالديقرام هذا عن طريقه اشوف البيانات الجداول وايضا طريقة ايش العلاقات اللي موجودة بين ليش بين الجداول تمام وممكن اني اجي احفظ الديقرام هذا اذا احتجت ايضا لو لاحظ هنا في عندنا جداول ايضا اللي هو الفاكت سيلز سيلز كوتا وفي عندي الدم البروموشنز وفي عندي فاكت انترنت سيلز الريزون باجي الان بضغط على السيف او الكنترول اس اذا ابو احفظ الديقرام باجي بخليه الديفولت نيم اللي هو الديقرام زيرو فالان لاحظ الان وضحنا الاش عن طريق الديقرام عرفنا الريليشنز بين الاش بين الجداول تمام وايضا في عندنا لو لاحظ هنا من ضمن الجداول اللي موجودة عندنا اللي هو البرودكت فاللاحظ الدم دائما البرودكت كل برودكت مربوط بسب كاتوغري تمام والسب كاتوغري مرتبط مع برودكت كاتوغري فمهم جدا انه نعرف الايش الريليشنز هذه كل منتج مرتبط مع سب كاتوغري والسب الكاتوغري ايضا مرتبطة مع برودكت كاتوغري رئيسية فهذه ايضا الايش العلاقة راح نتعامل معاها ايش كثير في المثال تبعنا طيب بنجي الان بنروح هنا مثلا للفايل بنجي بنفتح فايل من الابن فايل مثلا في عندي فايل معين ابو اتعامل معاه نروح مثلا بنفتح الفايل هذا الفايل هذا اسمه الكويري دي دابليو فبلاحظ الان في الفايل هذا نبغى نستعلم من الدياتا بيز اللي تعاملنا معها قبل شوي اللي هو الكويري الدياتا ويرهاوس طيب الان لو نجي هنا بس نكبر نسوي زوم على الكويريس اللي بنتعامل معاها طيب في عندنا اول حاجة اللي هي الانترنت سيلز باي يير اند منث فاللاحظ هنا هذه البيانات باجي بحدد الكويري وباجي بسوي اكسيكيوت باجي بضغط باليمين اكسيكيوت او ممكن هنا عن طريق ايش الامر هذا الاكسيكيوت فالاكسيكيوت هذا راح يجي ينفذ لي الايش البيانات فاللاحظ الان انه عطاني سوالي اجمالي المبيعات بناء على السنة وايضا بناء على الايش الشهر فاللاحظ هنا مثلا سنة الفين وخمسة وايضا جاب لي الاشهر تبعها وايضا عطاني الايش الانجليش منث نيم يعني شهر سبعة جولاي شهر ثمانية اوغاست وايضا بالاضافة الى السنة فالان مبيعات الفين وخمسة في شهر سبعة هذا هو الايش اجمالي المبيعات وكل الاشهر لكل السنوات ايش نفصل اياها بالشكل هذي فهذه من ضمن البيانات اللي موجودة داخل الايش داخل الدياتابيز اللي هي الادفينتشر ووركس دي دابليو طيب الان الكويري الثاني لاحظ هنا انه سوى استعلام بناء على المنطقة الجغرافية باجي بضغط بالزر الايمن ونجي نسوي اكسيكيوت فاللاحظ هنا عطاني الايش الجغرافي الريسيلر سيلز لاحظ عطاني الكنتري وايضا عطاني اليير وايضا عطاني ايش اجمالي المبيعات يعني كل سنة جاب لاجمالي السنوات والمنطقة واجمالي لايش المبيعات يعني هذه القيمة الاولى تمثل مبيعات كندا في سنة الفين وخمسة وبنفس الشي بقية لايش المدن فهذا الايش الان هنا كأنه يوضح لك ايش طبيعة البيانات اللي موجودة وين في الدياتابيز ايضا في عندنا الامر الثاني او الاستعلام الثاني اللي هو خلينا نجي نحدده كامل لو جينا الان حددنا الكويري هذا هنا هذا الكويري رح يعطيني ايش السيلز باي البرودكت كاتوغري ايضا بجيب اسوي اكسيكيوت فنلاحظ الان جاب لي بناء على الايش على الكاتوغري للمنتجات تمام زي الاكسيسوريز زي البايكس تمام وكل منتج عطاني الايش كل نوع عطاني السنة وايضا عطاني الايش اجمالي الريفينيو للمنتجات هذه فهنا عطاني التقرير طبعا في عندنا هنا توفاكت هنا مبيعات الانترنت وفي هنا الايش اللي هي مبيعات التجزيات جاء سوى بينهم جملة الايش اليونيون تمام فهذه بعض الكويري اللي توضحنا البيانات اللي موجودة داخل الداتا بيز الخاصة بالداتا ويرهاوس طيب بنجيب الان بنسوي كونكت بنشوف الفيو الاناليس السيرفيس الداتا بيز بنروح الى الاسكيويل بنسوي كونكت على الاناليس السيرفيس خلونا نقفل هذا وايضا نقفل الدايجرام طيب هنا الان بنروح الى الكنكت في عندنا الاناليس السيرفيس اذا ابغى اتصل مع الاناليس السيرفيس هنا اسم السيرفر بجيب اكتب ام اي اي داش اسكيويل وبجيب اسوي ايش كونكت طيب الان كده سويت كونكت على الاناليس السيرفيس طيب الان بجيب اسوي اكسباند للداتا بيز باللاحظ انه في عندي ادفنتر ووركس اولاب هذي كداتا بيز لاحظوا الان في عندي ايش مجموعة من الفولدرات اللي هي مثلا عندي الكيوب في عندنا الداتا سورس اللي اتكلمنا عنها والداتا سورس فيو وايضا في عندي الدايمينشينز والروولز والماينينج استركتشور تمام فهذه الان لاحظوا البيانات موجودة عندنا طبعا في الاخير بعد ما نسوي ديبلوي على الاناليس السيرفيس رح يظهر عندنا الكيوب بالايش بالشكل هذا طيب الان من الداتا بيز هذي بنروح الى الكيوب بجيب اضغط على فولدر الكيوب وفي عندنا الانترنت سيلز هذا هو الكيوب بجيب اضغط عليه بالزر الايمن وبجيب اختار ايش البروز الان راح نستعرض الاش بنشوف البيانات اللي موجودة داخل الاش الكيوب فهذا الان فتح لي الكيوب لاحظوا هذا شكل الكيوب في هنا عندي الاش الديمينشينز والميجورز اللي تكلمنا عنها وفي عندنا هذا اله هنا اذا ابغى اسوي رن واذا ابغى اسوي كونكت ايضا اذا ابغى الانجوج تمام فهذا زي الايش زي الايش يستعرض لي الان الديزاين او يستعرض لي الكيوب والكونبوننتس اللي موجودة داخل الايش الكيوب طيب الان من الكيوب في عندنا الميتا داتا بنشوف الان الكيوب في عندي الميتا داتا تحت الميتا داتا في عندي الاش الميجورز الان هنا اذا هذا الميتا داتا في عندنا الميجورز باجي بضغط على الميجورز لاحظوا طلع لي فولدر اسمه الانترنت سيلز اوردر باجي بضغط على علامة الزايد من علامة الزايد في عندي الاش السيلز اماونت هذا السيلز اماونت لاحظوا الان باجي بسوي دراك اندروب فلاحظوا الان انه تلقائيا طلع لي الايش اجمالي المبيعات تمام لاني جيت سويت لعملية دراك ايش دراك اندروب طيب الان هذا ايش كميجور الميجور الان هنا عندنا اللي اسمه ايش السيلز اماونت طيب الان بنجي بنروح الى الوردر داتا او الوردر ديت من الوردر ديت بنجي بنختار الفيزيكالير بنروح هنا الوردر ديت من الوردر ديت في عندنا الفيزيكالير هذا كايش كديميشن باجي بضغط عليه هنا ايضا دراك اندروب فباللاحظوا الان تلقائيا جاب لي الايش المبيعات كل كل فيزيكالير اللي انا سحبته هنا هذه الان هي كديميشن فاللاحظوا الان هنا سوت لي عملية وصف للايش للميجورس فكل ما تسحب انت هنا يبدأ يعطيك الايش تفاصيل للبيانات فمثلا لاحظوا عطاني الفين وستة كمي جمال الميجورس تبعها والالفين وسبعة كل سنة بناءا على الايش على اللي انا سويت له دراك اندروب من وين من الديزاين هنا تمام فهنا تجي فائدة الايش لاحظوا هذا بالنسبة الايش لديميشن قلت انا ابغى اجمال المبيعات بناءا على الفيزيكالير تمام فجاب لي ايش فجاب لي اياها وايضا ممكن تضيف مثلا باجي بقول له لا ابغى ايضا بناءا مع الفيزيكالير ابغى ايش الكوارتر فاللاحظ انه بيجيب لي كل سنة والكوارتر تبعها واللاحظ انه هذا القيم هذه تتبدل بناءا على الفاك او الديميشن اللي انت ايش اللي انت تضيفها فهذا هو اللي نبغى نوصله في الدياتا مودلز في الاخير اقدر يقدر اي شخص يطلع البيانات بالشكل ايش بالشكل هذا بس اهم حاجة انه البيانات تكون عندك صحيحة داخل الاش او بعمل لها عملية дизain يقدر بشكل سليم داخل الكيوب بنشوف الان انه كيف نتعامل مع ال awed create طيب باجي بختار هنا بلانك وورك بوك طيب في عندنا هنا من ضمن تبويب الداتا في ضمن القيت اكستيرن ال داتا بعدين باجي بختار فروم اثر سورس هنا فروم اثر سورس وفروم اثر سورس باجي بختار فروم الاناليسيس سيرفس تمام الاناليسيس سيرفس اللي سوينا لها كونكت قبل شوي بنشوف انه كيف نوصل لها عن طريق الايش الاسل طبعا الان هنا في الداتا كونكشن ويزارد اسم السيرفر نيم باجي بكتب اسم السيرفر ام اي اي داش اس كو ال وباجي بضغط على نيكست تمام فلاحظ الان انه سوينا عملية الايش الكنكت طيب الان هنا بالنسبة لي سلكت الدياتابيز باجي بختار الادفنتر ووركس اولاب هذي فلاحظ جاب لك الايش الكيوب وايضا طلع لك الايش احنا اللي بيهم من هذا الكيوب انه موجود هنا في ايضا هنا عندنا الايش البروسبكتف بروسبكتف هو كأنه نسخة من الايش من الكيوب بس انا اجي احدد بيانات معينة تطلع فيه فيجي يسمونه الايش البروسبكتف طيب الان باجي بختار الانترنت سيلز بعدين نيكست بعدين باجي بسوي ايش فينش هنا اتأكد انه سيرفرنس على الخلية ايوان باجي بضغط على اوكي فاللاحظ الان جاء سوالنا الايش البيفوت تيبل وايضا على اليمين طلع لي الايش لو نلاحظ الان هنا هذي الديميشنس والميجورس اللي تعاملنا معها مثلا بنجي بنسوي كل لابس اول لاحظوا هذا الميجورس وهذا الايش الديميشنس اللي هو الكستمر الديو ديت الوردر ديت ايضا البرودكت وفي عندنا الايش الشب ديت طيب الان باجي باروح من الانترنت سيلز اوردر باجي بختار السيلز اماونت طبعا ممكن اجي اسوي له دراق اندروب او اجي اضغط على الشيك بوكس نجي بنختار هنا السيلز اماونت هذا باجي باضغط عليه فاللاحظ الان نفس القيمة اللي طلعت النا في الكيوب هنا ايضا طلعت هنا وممكن اجي اختار الايش الوردر ديت ومن الوردر ديت في عندي مثلا هنا المور فيلدز مثلا اجي اختار الفيزيكالير اجي اضغط على الشيك بوكس تمام ممكن ايضا اجي اضيفة هنا كروس او كالومس تلاحظوا الان قدرت ايضا عن طريق الاكسل اني احلل الايش البيانات وطلع التقرير اللي ايش اللي انا ابغاه سواء هنا اني جيت سويت كوننكت على الاناليس السيرفس او جيت استخدمت الاكسل بس يوم استخدمت الاكسل هنا ايضا سويت كوننكت على الايش على الاناليس السيرفس وقدرت اوصل الى ايش الى نفس البيانات تمام وانت بعدين تجي تحدد الايش الاش الفيز اللي تبغاها تطلع عندك وين في التقرير مثلا ممكن ايضا تبغى كبرودكت او برودكت كاتوغري مثلا هنا على سبيل المثال خلينا ناخذ الكاتوغري نيم تمام فاللاحظ الان انه جاب لي كل سنة وعطاني الايش الانواع تبع الكاتوغري مثلا في الفين وستة البايكس هذا الاجمالي في الفين وثمانية اجمالي الاشياء الكاتوغري اللي بعناها هذه الثلاثة فلاحظ اعطاك زي الايش التفاصيل بناء على ايش البيانات اللي انت ايش اللي انت محددها فكذا الان سوينا ايش اه عملية اكسبلور للداتا هذه اللي راح نبنيها ان شاء الله وين في الامثلة القادمة بنشوف انه كيف نتعامل مع الايش مع او نبني زي الموديل هذا طبعا ايضا ممكن انه مثلا اجي اضيف هنا ممكن نتعامل مع السلسر هنا واجي احدد ايش الفيلت اللي ابغى اسوي بناء على الفلتر مثلا في عندنا البرودكت كاتوغري هنا نجي نسوي هنا في البرودكت مثلا اجي احدد الانجليش هذا واجي اضغط اوكي فنلاحظ الان جاب لي التصنيفات الكاتوغري مثلا باجي بضغط على البايك فبيبدأ الان بيفلتر البيانات بناء على القيمة اللي انا ايش اللي انا محددها ايضا مثلا اجي اقول الاكسسوريز او الكلاثينج اللي هي الملابس تمام هذا الايش السلسر بحيث انه يعطي مرونة في عملية فلترة البيانات وممكن الغي الفلتر من هنا تمام وممكن اني اضيف ايضا اكثر من السلسر داخل الشيت نفسها طيب خلونا الان بنجي بنشوف انه في عندنا احنا الشير بوينت السايت هنا بروح الى الانترنت هنا عندنا من الوكال هوست من الوكال هوست الاسم السايت سايت سلاش ادفنتر انتظر يفتح الشير بوينت السايت فبنشوف لو عندنا سوينا بابلش للتقرير معين كيف بيطلع على الويب سايت فتح معنا الان السايت الشير بوينت طبعا الان كل المعظم الشركات والمؤسسات عنده الشير بوينت مطبقين الشير بوينت فبنشوف كيف شكل التقرير لما ينحط على الشير بوينت السايت طيب الان فتح معانا السايت لاحظوا هذا عبارة عن الشير بوينت البورتل في عندنا هنا مثلا لايبراري اسمها الريبورتز هنا نجي نحدد اشي التقارير اللي نجي طبعا لما نجي نسوي بابلش او حفظ للتقارير يسألنا وين اللوكيشنس اللي تبغى تحفظ فيه التقارير فاضفنا هذه التقارير مثلا بنجي بنضغط على السيلز تريند فيبدأ بيفتحنا الريبورتز هذا طيب يبدأ الان يسوي لودنج للداتا اللي موجودة داخل التقارير طبعا لاحظ هنا انه في عندنا ممكن نجي نتعامل مع البراميترس ايضا في عندنا الزوم ايضا عدد البيس فمثلا باجي هنا باجي باختار سنة الفين وسبعة كمثال واجي اضغط ابلاي فبيبدأ بيفلتر الداتا بناء على السنة اللي انا اخترتها فهذا التقارير معتمد على البيانات اللي احنا ايش تعاملنا معها او استخدموا نفس الدياتا بيس اللي احنا ايش كنا متعاملين معها طيب برجع الان لطبعا وفي عندي اوبشنس هنا كثيرة ممكن اجي اسوي رفريش اتنقل بين الصفحات تمام وايضا في عندي هنا من الاكشنس ممكن اجي اسوي برينت واكسبورت الفورمات ايش معينة هذا بالنسبة لتقرير الايش السيلز ترينت ولاحظ انه معروض في ايضا الايش الشارت وهذه الان البيانات يقدرون يوصلوا لها اي احد عنده اكسس على البورتل طيب ايضا في عندنا التقرير الثاني برجع الى السايت بنروح الى الريبورتز ففي عندنا السيلز ريبورتز اللي هو مبيعات تقرير المبيعات تمام لاحظ الان هنا طلع لي ليش المبيعات وايضا اقدر افلتر هنا بايش بسنة معينة وايضا ممكن اطبع هذا الشارت او اسوي عملية الاكسبورتنج للداتا فهذه البيانات كلها تقرم من الايش من المودل اللي مسوينه عن طريق الاناليس السيرفس فهنا يعطيك الكابابلتيز تبع الميكروسوفت انه لما يكون عندك مودل ممكن انك تستخدمه عن طريق الاسكيويل نفسها او تتعامل معاه عن طريق الاكسل زي ما شفنا او ايضا ممكن التقرير هذا تتعامل معاه عن طريق الايش البورتل تمام فالاشياء الان اول حاجة اللي سوناها هنا في الاسكيويل جينا اخذنا شفنا الداتا بيز اللي تعاملنا معها وايضا سوينا الدييجرام الدييجرام هذا وضحنا الريليشنس بين الجداول والعلاقات بين الجداول وكل جدول اشي الريليشنس بينه وبين الجدول الاخر يعني عن طريق الدييجرام هنا فهمنا كيف البيانات موجودة عندنا داخل الدياتا سورس وايضا بعد ما شفنا البيانات وجينا سوينا الدييجرام رحنا سوينا اكسس على الاناليس السيرفس وشفنا كيف الشكل النهائي لما جينا سوينا كيوب او الملتي دايمينشن الموديل وسونا له بابلش على الاناليس السيرفس فطلعتنا هذه الفولدرات ومن ضمن الاشياء في عندنا الايش الكيوب وشفنا انه كيف نستعرض البيانات داخل الكيوب هنا عندي عبارة عن مجموعة من الميجرس والدييمينشنس ونجي نسحب الميجرس الشي اللي نبغى نستعلم عنه ونطبق معه الايش الدييمينشنس يعني احنا نبغى نشوف القيم من من اي منظور او من اي وجه معينة فهنا نجي نتعامل مع الاوردرز كمثال احنا تعاملنا مع الاوردرز وممكن ايضا انه نتعامل مع اكثر من دايمينشنس ما هو بس دايمينشنس واحد ممكن مع اكثر من ايش من دايمينشنس وايضا شفنا انه عملية كيف سوينا استخدمنا الاكسل وسوينا كونيكت وجبنا البيانات من الاناليس السيرفس وسوينا بيفوت تيبل ومن البيوت تيبل لاحظ انه جاب لي نفس البيانات اللي موجودة عندنا وين في الملتي دايمينشن الدياتابيز وعن طريقة هنا جيت طبعا اللي علامة السيجما هذه معناته الاش المجور وعندنا اللي هي علامة الجدول هذه تمثل الاش الديمينشنس وبعدين جينا اضفنا اللي هو السيلز اماونت كفاليوز وجينا قارننا مع الفيزيكال ييرس وايضا مع البرودكت الكاتوكري فعطانا الاش ببيانات طلع للبيانات بشكل جميل وايضا جينا اضفنا السليسر بحيث انه نستخدمه في عملية فلترة البيانات اللي معروضة عندي ممكنني اجي اسوي لها فلتر عن طريق السليسر وايضا رحنا للبورتل الشير بوينت بورتل وشوفنا التقارير كيف تطلع عندنا داخل السايت الشير بوينت يعني هو محاكا انه عندنا موقع الشركة فكيف تطلع البيانات داخل موقع الشركة وكيف ايضا تنعرض طبعا هذا التقارير ايضا اقدر اطبعها وايضا اقدر اسوي لها ايش اكس بورت لاي فورمات ايش انا يدعمها التقارير هذا فهذا كان بشكل مبسط اللي هو استكشفنا البي اي سيليوشنز تمام وكيف استفدنا منه وكيف ظهرت النتائج وكيف تحكمنا في النتائج وهذا هو اللي راح نبنيه ان شاء الله في الدروس القادمة راح نبني نفس الموديل هذا باذن الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة